يعني ادي الجهاز يا جماعة هو ده الجهاز قدام حضراتك هو جهاز نداء لسلكي بيعمل عن طريق استقبال اشارة من جهاز ارسال ظهر في السبعينات ده قديم جدا ويعني انتشر بكثرة في التسعينات بيستخدم حاليا لفعاليتي ضد يعني عملية التجسس عالية التقنية يرسل اشارات او رسائل نصية قصيرة الى مستلم محدد كان بيستخدم بشكل كبير في المجالين العسكري والطب ده يعني باختصار شديد يعني معلومات سريعة على البيجر اللي تم تفجيره النهاردة وزير الصحة اللبناني قال انه الحادث اودى بحياة تمانية وجرح 2500 حتى هذه اللحظة ده وزير الصحة اللبناني فراس الابيض من ضمن المصابين السفير الايراني مكتبى اماني اللي كان موجود في بيروت ايضا كان معاه جهاز بيجر وايضا تم اصابته ولم يتسنى لنا معرفة يعني هل هي اصابة خفيفة ام اصابة قوية حزب الله اصدر بيان بعد هذه التفجيرات بشأن انفجار اجهزة اللاسلكية لدى عرض من عناصر في لبنان حزب الله يحمل اسرائيل المسئولية ويتوعد بالقصاص ده بيان حزب الله اللبناني بيقول انه اسرائيل هي من قامت بهذا الاختراق الامني وسنقوم بالرد والقصص صحيفة جيروزالين بوست الاسرائيلية قالت حزب الله لا يملك اي فكرة عما اصاب ومش عارف ايه حصل حزب الله وفقا للصحافة الاسرائيلية لا يعلم لا يدري ماذا جره مش عارف ايه القصة حتى الان وقالوا انه التقدم التكنولوجي الاسرائيلي هو الذي اربك المشهد اللبناني والستريت جورنال قالت انه الاجهزة اللي انفجرت هي شحنة جديدة تلقاها حزب الله من فترة قصيرة يعني الصحف الامريكي قالت ده المجموعة دي الاجهزة اللي انفجرت دي لسه دخل الخدمة ريب ولسه لبنان او حزب الله لبناني شريها ودخلت الخدمة في وقت قريب وبتشير بعض المعلومات او الافادات الاعلامية انه هذه الدولة او الشركة التي صنعت هذه الاجهزة يعني قامت بوضع ما يساعد فيه اتمام عملية التفجير يعني العملية كانت الجهاز البيجر من الاول متسنع اهو قدام حضرتك هو يعني اللي مصنعه حط فيه ما يمكن انه هو يلتقطه ويفجره عن بعد عميل الاستخبارات الامريكية السابق سنودن بيقول عبر حسابه على اكس مع تزايد المعلومات حول انفجارات اجهزة البيجر في لبنان فمن المرجع حاليا ان تكون بسبب متفجرات مزروعة وليس اختراقا الكتروني اهو بيقول هذا كلام اهو قدام حضركم ادوارد سنودن بيقول لان هناك الكثير من الاصابات الخطيرة والمتكررة اذا كانت البطاريات التي ترتفع حرارتها هي السبب لكننا توقعنا اندلاع حرائق صغيرة واعطال غير مقصودة بشكل اكبر صحيفة الول ستريت جورنال الامريكية قالت نقلا عن شركة لوبك انترناشنال الامنية قولها ان سبب الانفجار اجهزة اتصال هو على الارجح برمجيات خبيثة ايا كان السبب طبعا يعني السبب اختراق عن بعد اختراق عن قرب الشركة المصنعة هي اللي عاملة القصة او هجوم سايبراني احنا مش عايزين نستغرق الوقت والفكرة تضيع في ايه السبب ازاي عملتها كيف القصة السؤال الاهم بالنسبالي ثم ماذا بعد السؤال المهم بالنسبالي هل هذه هي امكانيات حزب الله يخترق في لحظة واحدة كل الاجهزة وتتعطل وتنفجر في ايادي واوجه ووجوه من يحملها السؤال المهم الى اين تذهب المنطقة المنطقة رايحة على فين المنطقة المنكوبة البائسة اللي احنا فيها رايحة على فين هو ده السؤال المهم اللي يبحث عن اجابة لكن لا يجب ان نستغرق وقتا طويلا في منامنات القصة البجر وكان بتصنع والسبعينات والتسعينات وممكن يكون هجوم خبيس لا جمرة خبيسة لا دا فيه كذا كل دي موضوعات بتشوش على الحقيقة وتشوش بتفاصيل عقيمة عن العنوان العريض العنوان العريض المنطقة بتزداد اشتعان العنوان العريض الاوراق زادت اختلاط العنوان العريض الى اين تذهب المنطقة دي اسئلة لابد ان احنا ننتبه اليها في هذا التوقيت صحيفة هارتس الاسرائيلية قالت انه حاول خلال الجيش الاسرائيلي حاول خلال السابيع الاخيرة اقناع المستوى السياسي بتغيير التعامل مع لبنان اهو والتغيير تم اهو قدام حضراتكم والستريت جورنل بتقول النظام البدائي للرسائل المشفرة يبقى السنوار على قايد الحياة شوف بقى قالك انه الانظمة الحديثة اللي بتصدمها حزب الله البجر وغيره على انه حديث يعني قالك انه السنوار ما بيستخدمش الاجهزة خاطر وكان حاصل نصر الله قبل كده نصح جنوده والناس اللي عنده اعضاء ميليشية حزب الله اوعى تستخدمه العميل اوعى تتعامل مع العملاء مين هو العميل؟ قالك العميل اللي هو التليفون الخلوي لانه بيؤدي الى ان انت تبقى مكشوف على مدار الساعة حزر اعضاء حزبه من استخدام او حمل هذه الاجهزة هاتلي الفيديو اللي صارت لو موجود عندك هاتول مشغل الخليوي اللي بقيدك واللي بقيد زوجتك وبقيد ولادك هذا الخليوي هو العميل وهو عميل قاتل مش عميل من قريبه عميل قاتل يقدم معلومات محددة ودقيقة ولذلك هذا بده جبدية عالية بالمواجهة فيه اغلب الحالات اللي عم بتصير هي نتيجة الخليوي نحن عم نعمل اجراءات داخلية بس صار يوئد الناس خلص يعني صار الخليوي مثل الاكسجين طبعا الواحد ما بيقدر يعيش بلا يتنفس من عجل طيب ده بيقول ان خدوا بالك من التليفون لانه هو ده العميل وده الجسوس اللي بيتابعك الى اخير يعني فيه حذر يعني فيه فهم لانه ممكن يكون ويكون ورغم ذلك وقعت الوقاعة النهاردة وحدث الانفجار واكتر من 2800 ل3000 مصاب منهم اصابات خطيرة والواقع يعني ربما يكون اصعب من ذلك بكثير جليني جليني